النجاح يحكي تحتل مكة المكرمة بمكانتها الدينية وأهميتها التاريخية والحضارية موقع الصدارة بين دول العالم الإسلامي فإليها تهوي أفئدة الناس لأداء فريضة الحج والعمرة وفيها المشاعر المقدسة وبها قبلة المسلمين بيت الله الحرام حيث يتجه إليها ملايين المسلمين في صلاتهم كل يوم وفي العصر الحديث أصبحت المملكة الدولة الإسلامية التي أخذت بمستجدات الحضارة الحديثة مع المحافظة على أصالتها وخصوصياتها وتتمتع المملكة اليوم بفضل الله بمركز ثقل عالمي ذي نفوذ وتأثير في مجريات السياسة والاقتصاد الدوليين النجاح يحكي ألف وأربعمائة وواحد من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عاما مشهودا في تاريخ التعليم بأم القرى وأرض الرسالة المحمدية حيث صدر أمر ملكي مهر بتوقيع الملك الراحل خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقضي بإنشاء جامعة أم القرى لتكون امتدادا للكليتين العريقتين كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية التربية فكانت أقسام هاتين الكليتين نواتا لإنشاء كليات في جامعة أم القرى حيث تم في العقد الأول من عمر الجامعة المكية الحديثة إنشاء خمس كليات هي كلية الدعوة ووصول الدين وكلية اللغة العربية وكلية العلوم التطبيقية وكلية العلوم الاجتماعية وكلية الهندسة والعمارة الإسلامية بالإضافة إلى كلية التربية بمحافظة الطائف وتتابع بعدها إنشاء عدد من الكليات كالطب والعلوم الطبية النجاح يحكي وتمنح جامعة أم القرى لطلابها وطالباتها مختلف الدرجات العلمية وهي على النحو الآتي البكالوريوس الدبلوم العالي الماجستير الدكتوراه وتقع تحت مظلة هذه الجامعة العريقة خمس وثلاثون كلية ومعهدا ومئتان وخمسة عشر قسما وإحدى عشرة عمادة واثنى عشر مركزا للبحث العلمي ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمر وتصدر عن الجامعة صحيفة دورية ويدرس في جامعة أم القرى أكثر من مئة ألف طالب وطالبة في مختلف التخصصات النظرية والتطبيقية يحاضر عليهم كل صباح أكثر من خمسة آلاف من أعضاء هيئة التدريس المتسلحين بأرقى الشهادات العلمية جامعة أم القرى محضن علمي متميز لتخريج كوادر وطنية تسهم في دفع عجلة التنمية في بلاد الحرمين الشريفين النجاح يحكي صوت خالد المصري